اليوم حبايبي عملت مربة المشمش بطريقة سهلة وبسيطة بالطريقة الصحيحة المزبوطة نعمل بيها اليوم مربة المشمش و زي المحلات بالزبط زي ما بتشاري اي برطمان مربة منبرة و هنعكم كمان البرتمانات بالطريقة الصحيحة و كمان الليتو هتسمعوا التكا ديت الليتو لو بابتيجوا وتشاروا اي برطمان مربة من السوبر ماركت فبتسمعوا تكا كده و انتم بتفتحوا البرتمان تابعوني بقى كده هو تركزوا كده معي عشان اتسمعوا دلوقتي السوق طبعا انا عملا بقى ايه بالطريقة المزبوطة ازاي اللي احنا نعكم بها البرتمانات وتفضل معنا لفترة اطول معاك في قلب التلاجة زي ما احنا سمعنا كده هو تابعوني بقى كده نهات الفيديو و شجعوني كده حبيبي فضلا وليس امرا باللايك والشئر تابعوني السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و اهلا بكم اخوتي و حبيبي في الله معاكم حنان الوراكي نهاردة بقى ايه قلت اللي انا اعمل معاكم مربة مش مش المش مش مالي السوق اليومين دول استغلوا و عملوا منه وصفات و كمان خزنوا منه كمان يعني اعملوا منه وصفات كده و خزنوها في الفريزة تنفع كده لشهر رمضان برضو بعاكم اللي جاي ان شاء الله اه دوقتي بقى ايه انا رحت اشتري فاكهاني فلاقيت عنده شوية مش مش كده مستويين على جامب اه فقلت له ايه قلت له ادهم لي فخدتوهم منه و قلت بقى ايه اعمل بكيلو كده معاكم اه مربة المش مش طبعا انتو هتقولولي اه المش مش لازم يتعمل بمش مش يكون ايه جامد و كده عشان المربة ما يحصل لاش حاجه بعد كده لا مع حنان الورائي انا فيش مستحيل لا فعناعمل النهاردة المربة بالمش مش المستوي و هقول لكم اه يعني ازاي اللي احنا نحتفظ به الفترة كمان طويلة في التلاجة اه من غير ما يجرره اي حاجه انا دوقتي جبت المش مش مستوي غسلته كويس بعد ما غسلته فصصته كده و طلعت النوى منه بعد كده حطيته في العلبة معاكم و حطيت عليه نصف كيلو من السكر يعني كيلو المش مش هتحطيله نصف كيلو من السكر عايزة تزود السكر شوية طبعا براحتك معاك الكيلو المش مش مش ياخد لحد 700 جرام من السكر اه انما انا معايا المش مش كان مستوي وتعمه مسكر كده و حل كده برضه السر برضه اللي ايه يأقل للسكر و في نفس الوقت اني د معي حلوة جميلة جدا. وطبعا احنا عملتها بالطريقة المزبوطة. دلوقتي عملت ايه بعد بحطيت السكر سبتها في الثلاجة. خدت العلبة وغطيتها وحطيتها في الثلاجة كده لطول اللي. تاني يوم الصبح كانت ايه عملت نزلت كده ايه المشمش نزل السوائل اللي فيه. حطيتها كده العلبة ايه ازا. ونجي بقى ايه هنا عشان اعقم بيها البرتمانات. انا عندي برتمانات مطرح على التيكت بتاعها. جبت حلوة وحطيت فيها مية ومية بردة دلوقتي. بدأت كده اللي انا احط البرتمانات عشان ابدأ اللي انا اشيل التيكت من عليه. وكبال اللي انا اعقم البرتمانات ديت بالطريقة المزبوطة عشان يعني يتحفزلي على المربع لاطول فترة من غير مضبوص ولا يجرى لها حاجة. اه وهنا احتاج للمونة كمان. زي ما احنا شايفين انا داية في المربع برضو بتبحها. وحط على نار هادية. وبعد كده الحلة مولا عليها على البوتاجر. زي. اه طبعا فيه ناس بتشيل التيكت ده ويتعزب نفسها وهو ناشف وتقط حق بالسكينة وتحت الحلفية والمية البردة. وبيعزبها خالص بعمل ما تطلع. لا هي الطريقة بسيطة جدا تجيب شوية مية في حلة. وحطي البرتمرات فيها وحطي الحلعة بتاجها. زي المية اول ما هتبتها تسخل وكده هتلاقي اللي التيكت طلع بعاكب كل السولة هو بيزل بعايا بالسكينة لما بنزله. طريقة سهلة جدا وبسيطة. وفي نفس الوقت احنا بنشيل التيكت ده. وفي نفس الوقت البرتمرات بتتعقم معايا بعاكمها بالطريقة المزبوطة. بعد ما بعمل الخطوة دي باخد بقى البرتمرات وبعد كده بشرفها وبعد كده بحطها تصفي بيتها. وبس بقى ايه خالص ولا شوفها بنادي الورق لحد ما مش عايزة فيها مية خالص. عايزة نشفة. دهوقتي بقى المربة بتبدأ تطلع كده الريم اللي احنا شايفينه. اول ما بتبدأ المش مشيغلي. فقالا بشيل من عليه بعمل طبق الريم على الوش كده. بشيل الريم ده خالص مش عايزة. بحط بقى ايه عصير اللمونة اللي احنا شفناها. اه طبعا بصورها كده في كوباية عشان اشيل البزر. وهنا بقى بجيب شوية مية ومية برده كده وفرشة. وببدأ اللده بمسح الجوارم بتاعة الحلة دي عشان مربة بتسكرش معايا. اه كده. شفتوا بقى الخطوات دي خطوات مهمة جدا خطوات بسيطة. بس لا بتعبيري بيها المربة. انا دهوقتي بتختبر المربة اللي هي استوىت ازاي بتحطي البعلاقة. في الحلة بتعملي بصبع كبير. اه على البعلاقة على ظهر البعلاقة. لو الخطين برجع. اه يعني تلو سبتين. يبقى كده المربة استوىت معاك. لو ضموا كده بعضيهم يبقى لسه ايه محتاجة شوية. فانا كده هي كده اه تمام كده معايا. المربة استوىت ومية مية زي ما احنا شايفين هي لسه سخنة. انا كده عقمت بقى لاربع برطمانات كده زي بنفس الطريقة اللي انتو شفتوها معايا ونشفتوهم كويس جدا ميلون مية اهم حاجة تنشفيهم. اه بعد كده بابدى بقى للا احط المربة وهي سخنة معايا مش عاستنى لما تبرق ده خطوة دي مهمة جدا. اه بتبدأ اللي انت بتحط كده تمليل برطماء. نعم. ومش عايزين فيه اي فراغات كده. اه وبعد كده بتبدأ اللي انت تقفيلها على طول وهي وهو المربة سخنة. بجيب صنية بحط كده فيها البرطماء. نعم. يعني بعبي بقى كل الكمية. انا كده طالعوا معايا تلات برطمانات فعنحط بقى عنحطهم في علبة. وازود عليهم مياه كده عشان اي بردهم معايا على طوق. لا. طبعا خطوة ديت حلوة جدا دي بقى اللي بتخليك بتعمل المربة وتفضل معاكي بقى ايه لأطول فترة يعني بمكن تفضل معاكي بالكزا شهر في التلاجة بغير بيجرالها حاجة. بس يكون مسا البرطمانات مقفولة. او البرطمان ما تفتحيه يعني بيقعد معاكي لمدة اسبوع. وهو مقفون كده بيفضل معاكي الفترة طويلة كزا شهر يعني زي ما احنا شايفين بعد ما طلعتهم المياه البردة باسبها كده على الرخامة. ببدأ كده الغطا بيكون تقفل تماما خالص. وببدأ بعد كده تكون البرطمان برد بدخله ايه في التلاجة. ويعني يعني المدة اناسبتهم من بالليل بقى كده دخلتهم بالتلاجة وعالصبح كده رجعت لده اصور لكم البقطع ده. طلعت البرطمانات دلوقتي. وعشان اسمعكم بقى ايه صوت التكة والتعاقيم البرطمانات. ازاي اللي احنا عقمنا البرطمانات. ازاي عملنا المربه المستوية. يعني فيه ناس كتير بتقول ما تنفعش اللي هي تتعامل مربه. زي ما احنا سمعين السوطة هو زي البرطمانات اللي انتي بتجيبيها منبرة. عملنا المربه بالطريقة المزبوطة الصحيحة بالمشمش المستوي. ويمكن انا حبيت ان انا اجيبه من عند الفكهاني واعمل به الموضوع ده معاكم النهاردة. عشان هو المشمش المستوي ينفع. بس تعبليه تعمل المربه بالطريقة مزبوطة زي ما عملتها معاكم. وزي ما احنا شايفين القوام بتاعها بعد ما فضلت في التلاجة طول الليل البرطمانات. القوام حلو جدا. نعم. السوة بتاعها المربه مزبوط. يعني مش بس كبس يعني مش واخده سوة زيادة كده. فلا. هي بسويها بالطريقة المزبوطة. وزي ما احنا شايفين قوامها حلو جدا زي المربه اللي انتي بتجيبيها منبرة الجاهزة. جميلة جدا. زي ما قلت لكم. ممكن اللي انتي عايزة تزاود سكر. ممكن تاخد معاك ب700 جرام من السكر لكيلو اللي مش مش. لو الفيديو اجيبكم حبايبي فضلا وليس امرا ما تنسوش كده اللي انتو تشجعوني وتدعموني كده باللايك والشير وتشايروا الفيديو ده مع ازدكاركم عشان كل ده ستستفادة دور ده بالطريقة زي اللي عم المربه بالطريقة المزبوطة الصحيحة بالمشمش والمستوي. وتفضل معانا مندة صلاحيتها لكذا شهر كمان بس من بداية فتح البرتمان بتفضل معاك لمدة اسبوع. يلا نختم الفيديو كده بالصلاة على رسول الله على يفضل الصلاة والسلام. وفي حاجة ما تنسيش حبيبتي لو انتي اول مرة تابعي القناة ولسه ما فعلتش زر الجرس فعلي عشان يوصل لك كل الفيديوهاتي